محافظة إد أهلية نجحت في زراعة 31 ألف صوبة زراعية بتنتج جميع أنواع الخضروات وعشان كده أصبحت إد أهلية من المحافظات اللي بتتصدر نسب الزراعة بالصوب وإنتاج كميات كبيرة جدا من الخضروات ده أكيد يشهز لي كمان أنه الصوبة الزراعية من الطرق الرائدة في الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وزيادة الانتاجية خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن تجربة إد أهلية في الزراعة بالصوب تصدرت محافظة الدقاهلية أولى وأكبر المحافظات في زراعة الصوبة الزراعية حتى أصبح بها 31 ألف صوبة زراعية تنتج جميع أنواع الخضروات منها الخيار والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والطماطم وغيرها من الخضروات التي يحتاج إليها السوق المصري كما يتم تصدير الخضروات منها إلى مختلف الدول العربية حتى أصبحت الدقاهلية رائدة في تطبيق منظومة الرأي الحديث للحفاظ على المياه والعمل على زيادة الانتاج وتمثل الصوبة الزراعية أبرز المشروعات العملاقة في المجال الزراعي والتي تعمل على توفير الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية ونقص المياه خاصة في زراعات السلع الاستهلاكية اليومية وتحديداً الخضروات وجاءت محافظة الدقاهلية في مقدمة المحافظات الزراعية المتميزة وذلك نظراً لموقعها الجغرافي وتربتها الخصبة فهي تنتج 10% من إجمال الإنتاج المحلي لمصر وتحتوي المحافظة على 8.3% من إجمال المساحة الإجمالية المزروعة بمصر وزارة الزراعة بدورها قدمت كافة أوجه الدعم للفلاحين مع توفير الأسمدة وكرت الخدمات المميكن ودعم منظومة الرأي الحديث بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة وتحقيق أقصى إنتاجية